وزير داخلية أفغانستان سيراج الدين حقاني في زيارة إلى الإمارات وبضيافة رئيسها الشيخ محمد بن زايد زيارة مفاجئة لكثيرين كونها الأولى لمسؤول أفغاني بهذا المستوى منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم عام 2021 بعد انسحاب أمريكي أثار الكثير من الجدل ليس حقاني الرجل الثاني في طالبان وحسب بل أحد أبرز الأسماء الأفغانية الموضوع على لوائح الإرهاب الأمريكية ودول أخرى بيد أن الإمارات ليست وحدها من تتعامل مع الواقع الاستراتيجي الجديد الذي خلفه الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان فأمريكا نفسها تبحث عن نقطة توازن في علاقاتها مع طالبان تسمح لها بالتعاون مع الحركة من دون الاعتراف بها مديرة الشؤون الإنمائية في البعثة الأمريكية في أفغانستان كارين ديكر وفريقها يجتمعون أسبوعيا مع مسؤولي طالبان لمعالجة الوضع الإنساني المتردي في البلاد من دون أن يخاطروا في شرعانة حكم طالبان هي معادلة صعبة تراقب واشنطن عواصم أخرى تنجح في تحقيق ما هو أبعد منها كما تفعل أبوظبي ففيما كان حقان في أبوظبي كان مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد في واشنطن يلتقي نظيره الأمريكي جيك سوليفان إنه العالم الجديد الذي نعيش فيه ويقوم على تعدد التحالفات وتنوعها بدل وضع البيض في سلة حليف وحيد لا شريك له فمن تحالف الإمارات مع أمريكا في مجال الاستثمار التكنولوجي إلى التحالف التجاري بينها وبين الصين والهند وصولا إلى استضافة حقان في أبوظبي عالم يتغير ولم تعد الغازه تفك بالأساليب القديمة ترجمة نانسي قنقر